ما بالسهل نحن الآن في وضع الله نحن لا نحصد عليه حقيقة بتفتكر يا دكتور ما هي التحديات حسن حتقابلنا وتقابلها ولا الشباب التحديات الأولى بتقابل الشباب عدم الاستقرار السياسي ومش بتقابل الشباب بتقابل السودان واستثمار السودان واختصاد السودان أولا عندنا عدم الاستقرار السياسي نمر اثنين ما في سياسات مالية واضحة حتى في إدارة النقط الحاجة الثالثة وبرضو مهمة جدا والناس يعني ممكن معظم الناس منتبهين لها يعني نحن الآن صرفنا في اتجاه واحد صرف الحكومة يعني ما قاعدين يصرفوا على البنيات التحتية ولا على المستشفيات ولا على غيره ولا على غيره دي واحدة من مشاكل الاختصاد السوداني والصرف ده نفسه بيكون عائق للنقد أو النقد المتداول الحاجة الثالثة عندنا شركات كبيرة جدا خارج المنظومة خارج منظومة وزارة المالية دي برضو بتعمل مشكلة في الاقتصاد سيب والله الحيطة دي مهمة جدا نعم